الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة إلى طول شعر الرجل فلا حرج عليه إذا كان يهتم به ويمشطه ويعتني بشكله ونظافته وذلك لما روى أبو داود والنساء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله وروا أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه يعني فليزينه ولينظفه بالغسل والتمشيط والتهذيب ولا يتركه متفرقا فإن ذلك من النظافة وحسن المنظر المحبوب للنفوس وروا البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت كنت أرجل يعني أسرح كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله وسلم وأنا حائض والترجيل هو تسريح الشعر وكان شعره صلى الله عليه وسلم يصل إلى شحمة أذنيه وإلى ما بين أذنيه وعاتقه وكان يضرب من كبيه يعني كتفيه لكن إن كان إطالة الشعر مستهجنا بين الناس أو لا يفعله إلا طائفة ماجنة فاسقة بينهم فلا ينبغي فعله لأنه حينئذ من التشبه المذموم بأهل الفجور إذا كان هذا شعارا لهم والأمر هنا يرجع إلى العرف والعادة ولكن من أراد إطالة شعره فعليه مراعاة أمور شرعية هامة وهي أولا أن يستر شعره اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يرى إلا وعلى رأسه عمامة أو قل سوى ليتقيا يعني ثانيا أن لا يقصد التشبه بالنساء خاصة مع انتشار المتبرجات واختلاط الصور حتى يصعب في بعض الأحيان التمييز بين الرجل والمرأة أمر الثالث أن لا يقصد بهذا الرياء والفخر والخيلاء وإنما يقصد اتباع السنة مع الشرطين السابقين الأمر الرابع أن لا يصادم هذا الإطالة الشعر عرفا تعارف عليه الناس أو أن يكون عادة للفساق والفجار ومن كانوا في الماضي منذ سنين يسمون بالهيبز فهنا تشبه بالفجر والعصاة وهذا لا يجوز إذا كان تطويل الشعر أصبح شعارا لهم لهذه الأسباب السابقة أنصح بعدم إطالة الشعر لأنه الآن أصبح شعارا للفساق والفجار كما فيه تشبه بالنساء والمتبرجات كما إن من يطيلون شعورهم من الرجال والشباب لا يلبسون لا عمامة ولا كل سوء كل سوء يعني طقي ونحو ذلك لهذا يشتبه على الناظر إليه هل هذا رجل أم امرأة هذا والله تعالى أعلم